بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سيكون درسنا في اللقاءات الثلاثة القادمة إن شاء الله تعالى عن فرق النكاح أسبابها وآثارها وسأبدأ بالحديث عن الطلاق وعن بعض أحكامه قلت أيها الأحبة في أكثر من لقاء إن الزواج يقوم على المحبة والألفة واللفاق بين الزوجين كما قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلا أنه قد يعكر تلك الحياة الزوجية أمور يستحيل معها بقاء كل من الزوجين مع الآخر فتسوأ العشر بينهما ويعسر العلاج ففي هذه الحالة فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان كما قال الله جل وعلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقال سبحانه وتعالى وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا جاء الشرع الحنيف بالحل وهو الطلاق والطلاق عند الفقهاء يراد به حل قيد النكاح أو بعضه أما حكم الطلاق فإنه يختلف باختلاف الظروف والأحوال وتترتب عليه الأحكام التكليفية الخمسة فيحرم الطلاق إذا كانت الزوجة في حال الحيض أو كانت في طهرها الذي جامعها فيه الزوج ولم يتبين حملها وكذا إذا طلقها الزوج ثلاث تطليقات في وقت واحد يكون الطلاق مباحا إذا احتاج إليه الزوج لسوء خلق المرأة وتضرر بها ولم يحصل الغرض من الزواج الأمر الآخر يستحب الطلاق في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة كما في حال الشقاق بينها وبين الزوج وفي حال كراهتها له فإن في بقاء النكاح مع هذه الحالة ضررا على الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار يكره الطلاق إذا كان لغير حاجة بأن كانت حال الزوجين مستقيمة بل إنه عند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال لقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق يجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها كما إذا كانت تترك الصلاة ولم يستطع تقويمها أو كانت غير نزيها في عرضها فيجب عليه طلاقها في هذه الحالة على أصحي القولين من أقوال أهل العلم وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم على دينه وجب على الزوجة طلب الطلاق منه أو مفارقة الزوج بخلع وفدية كذلك يجب على الزوج الطلاق إذا آل من زوجته بأن حلف على ترك وطيها ومضت عليه أربعة أشهر وأبى أن يطأها ففي هذه الحالة يجبر على الطلاق لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أما ما يخص أقسام الطلاق فالفقهاء رحمهم الله يقسمون الطلاق من حيثيات أو باعتبارات مختلفة التقسيم الأول أقسام الطلاق من حيث المشروعية فينقسم الطلاق إلى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي أما الطلاق السني فهو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها فهذا طلاق سني من جهة العدد أما الطلاق البدعي فهو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد أو يطلقها وهي حائض أو في طهرها الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها والنوع الأول يسمى بدعيا من حيث العدد والنوع الثاني يسمى بدعي من حيث الوقت من أقسام الطلاق أقسامه من حيث بقاء الزوجية وعدمها فيسمى طلاقا رجعيا وهو الطلاق إذا طلقه الزوج بأقل ما يملك من العدد بأن طلقها طلقة أو طلقتين وللزوج بعد هذا الطلاق إعادة الزوجة إلى عصمته ما دامت في العدة أما الطلاق البائن وهو إذا استوفى ما له من العدد بأن يطلقها الرجل ثلاث تطليقات فحينئذ لا يملك الزوج بعده أن يعيد زوجته إليه حتى تنكح زوجا غيره من أقسام الطلاق عند الفقهاء الطلاق من حيث الصيغة الطلاق من حيث الصيغة فهناك صيغة منجزة وهي الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن معين مثلا بل يقصد بها إيقاع الطلاق في الحال كان يقول لزوجته أنت طالق وحكم هذا الطلاق وقوع الطلاق في الحال ويترتب عليه آثاره بمجرد التلفظ به النوع الثاني من الصيغ المعلق على أمر ممكن فإذا علق الزوج الطلاق على حصول شرط معين كأن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن خرجت من البيت فأنت طالق فحكم هذا الطلاق الوقوع إذا تحقق الشرط وحصل المشروط الثالث الطلاق المعلق على أمر مستحيل كأن يقول مثلا إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق وفي هذا خلاف بين أهل العلم وأظهر الأقوال فيه والله أعلم أنه لا يقع لأنه علقه على صفة لم توجد والله أعلم رابعا من أقسام الطلاق الطلاق من حيث الألفاظ فهناك ألفاظ صريحة للطلاق وهي الألفاظ الموضوعة للطلاق التي لا تحتمل معنى غير معنى الطلاق كأن يقول مثلا الرجل طلقتك أنت طالق تطلقين أطلقي أنت مطلقة وهكذا القسم الثاني ألفاظ كناية وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغير الطلاق كأن يقول مثلا أنت خلية أنت برية وهكذا من الألفاظ الكناية والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني فلا تتعين للطلاق إلا بنية فإذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع يقول العلماء إذا لم ينوي بهذه الفاظ الكناية إذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع إلا في ثلاث حالات الأولى إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه بين زوجته الثانية إذا تلفظ بها في حال غضب الثالثة إذا تلفظ بها في جواب سؤالها مثلا له الطلاق ففي هذه الأحوال يقع الطلاق بالكناية وهنا مسائل مهمة نذكرها سريعا نقول لا يقع الطلاق من الرجل ولا من وكيده إلا بالتلفظ به فلو نواه بقلبه مثلا لم يقع فلا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به إلا في حالات يذكرها الفقهاء منها إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواه فحينئذ يقع أيضا الحالة الثانية التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرص بالطلاق إذا كانت مفهومة ففي هذه الحالة يقع قلنا في التعليق أنه يجوز تعليق الطلاق بشرط بأن يرتب حصول هذا الطلاق على شرط معين فيقع وللطلاق أحكام كثيرة يرجع فيها إلى كتب أهل العلم نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأحوال الأزواج والزوجات في كل مكان وأن يؤلف بين قلوبهم إنه جل وعلا على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين